إذن هذي يالا بريزنتاسيون اللي بدينا في إنشاءها ولكن أي واحد كي لاحظة هذة البرزنتاسيون كي بيلي هذة البرزنتاسيون جد عادية ولازم هل ما زيد من العمل باش نحصلوا على البرزنتاسيون متميزة ولهذا الباور بوينت كي منحنا دي مودل و دي تام واللي هما عبارة عن مجموعة من تصاميم العرض الجاهزة للاستعمال واللي كتشكل من رسومات و أشكال و ألوان مختلفة و متناسقة واللي يمكن لنا نستعمله إذن باش نشؤو بريزنتاسيون باستعمال هذ النماذج اللي كي قدمنا الباور بوينت يكفي نتاقلوا لانجلي فشي و نختارو نوفو و الآن نعيود نختارو بريزنتاسيون فرغة فغنختارو نموذج من هذ النماذج التالية باور بوينت كي منحنا تقريباً من عشرين نموذج و كل نموذج عنده مميزات خاصة به مثلاً لاختاريت النموذج التالي و الآن يمكن لي نشوف التصاميم اللي كي تضمنها هذ النموذج بالضغط هنا على هذ زر و هنا يمكن لي اللحظ الألوان اللي يمكن لي نختار من بينها اللي كتناسبني بحالة ما عجبكم ش هذ النموذج يكفي تلغيوه بالضغط هنا يا و يمكن لينا الآن نفتحو واحدة أخرى و نختارو اللون و نقررو و واش غانبداولة بريزنتاسيون دينا بستعمال هذ النموذج إذن غانختار بالنسبة لي هذ النموذج و غانضغطه على كري و الآن يمكن لي نضيف العنوان والمحتوى اللي بغيت الآن إذا ضغطت على نوفي الديابوزيتيف فكيدهروا عندي بشكل النموذج اللي اختاريت نرجع من جديد الانغلي في الشي و نختارو النوفو لاحظوا معي هنا يا عدد نموذج اللي عندنا محدود لكن دائما يمكننا البحث على المزيد و يمكننا البحث على النموذج اللي بغينا بستعمال اسم معين مباشرة هنا أو لا باختيار الفئة اللي كين تميلي هالنموذج اللي محتاجين مثلاً لاختارينا فئة ناتور فكيتم عرض نموذج بعدد كبير و يمكن لي نحدد النموذج اللي بغيت و نستعملوه بالضغط على كري و لغيرت الرأي ديالي نغلق هذ النموذج و نبحث على اللي كين ينسبني الان اللي اختاريت نموذج تالي كتلاحظو انه كي يظهر معاه النص اللي يمكننا نحددوه و نقومو بتشخيصو بشكل اللي كينسبناه و نضيفو المعلومات اللي متعلقا بينا بهاد شكل كنختارو النص و نحددوه ثم كنكتبو النص ديالنا و الان يمكننا نسجلوه بالضغط على الانغلي فيشي و نباد انغوجيسترسو و نختارو مكان تسجيل و نعطيوه اسم معين نضغطو على انغوجيسترسو اذا كانت دي طريقة انشاء البرزنتاشن بالسيميل نماديج لكي قدم لنا الباوربوينت